بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم النبيين إذن نصل إلى هذا النص الجميل كن مثقفا كن مثقفا في إطار برنامج اللغة العربية للسنة الثانية من التعليم الإعدادي إذن هذا النص الذي هو عبارة عن نصيحة إذن عتبت القراءة ملاحظة مؤشرات النص لدينا صورة إذن لديكم في مقاراتكم الدراسية هناك صورة تجسد مكتبة كفضاء للعلم والثقافة والتكوين الذاتي والتثقيف إذن هذه الصورة هي مرتبطة بهذا النص مصدر النص إذن أخذها من كتاب أحمد أمين إلى ولدي وهذا العنوان يوحي بأن رسالة هذا النص موجهة إلى ابن الكاتب وأسلوب النداء في المطلع يؤكد ذلك إذن مجال النص هو المجال الثقافي إذن المجال هو مجال الثقافي نوعية النص إذن النص عبارة عن وصية النص عبارة عن وصية العنوان من النحية التركيبية كن مثقفا إذن مركب إسنادي جملة فعلية تصدرها فعل الأمر كن إذن كن هو فعل الأمر كن مثقفا إذن من النحية الدلالية يوحي بمخاطبة الأب الذي هو الكاتب يخاطب ابنه يخاطب ابنه ويوصيه بأن يكون متقف إذن وصية الكاتب لابنه هي أن يكون متقفا إذن هذا العنوان من النحية الدلالية مطلع النص يعني بداية النص مطلع فقرات النص توحي مطالع فقرات النص بخصائص الوصية التي تهدف إلى التوجيه والإرشاد وتصحيح مصاري الحياة إذن هذا بالنسبة لمطالع فقرات النص بناء فرضية القراءة انطلاقا من المؤشرات السابقة نفترض أن موضوع النص يتناول وصية أب لابنه لأن هذا هو انطلاقا من كل المؤشرات التي رأيناها لأن رأينا الصورة ومصدر النص كذلك مجال النص ونوعية النص عنوان النص من ناحية التركيبية والدلالية وكذلك مطالع فقرات النص كل ذلك يظهر لنا بأن هذا النص سوف يتناول وصية أب لابنه القراءة التوجيهية شرح مصطلحات يمرن أو يمرن يمرن يعني يدرب تدريب تمرين والتدريب سامن سامن يعني عظيم عظيم أجدر أجدر يعني أحق أحق الفكرة العامة للنص ما هي الفكرة العامة للنص؟ هي وصية الكاتب لابنه بالتوسع في الثقافة وحسن تدبير وقت الفراغ في التثقيف هذه هي الفكرة العامة للنص النص ووصية لابن يعني أن يتوسع في ثقافته ويحسن تدبير وقته في القراءة والمطالعة لتثقيف نفسه ثلاثة هي الفكرة العامة للنص القراءة التحليلية إذا نجد في النص يغلب على النص معجم الثقافة إذا نجد مجموعة من الكلمات والمصطلحات المرتبطة بمعجم الثقافة مثل القراءة هندسة الطب العقل فكرة قراءة كتاب الأدب الاجتماع ثقافة اجتماعية أو فلسفية هواية الثقافة العامة دراسة التاريخ دراسة النفسية والاجتماعية هواية الظهور طوابع البريد الرسم الفنون الجميلة ثقيف عقلك عناصر الوصية الموصي والكاتب أحمد أمين الموصى وابن الكاتب موضوع الوصية يعني هي أهمية التوسع في الثقافة واغتنام وقت الفراغ في التثقيف الوصاية إذا ما هي الوصاية هناك أربعة وصاية أساسية التوسع في اكتساب الثقافة لفتح آفاق التمييز في المهنة إذن هنا ينبغي القول بأن صحيح أن الوصية هي موجهة من الكاتب لإبنه لكن هي في الواقع موجهة لكم يعني الذين اختاروا هذا النص بالتحديد ووضعوه في هذا المقرر يعني هم وجهوا لكم أنتم معشرة تلاميذ معشرة تلميذات هذه الوصاية إذن القائمون على هذا المقرر يوصونكم بالتوسع في اكتساب الثقافة لفتح آفاق التمييز في مهنة الماء الإجتهاد أولا إذن هذه الوصية تتبعكم طيلة حياتكم يعني للنجاح في الحياة نبغي أن نشهد امتلاك هواية في الثقافة العامة يعني عندما نقول هواية في الثقافة العامة ما المقصود بذلك يعني مثلا أن تكون لديك هواية التبحر في التاريخ يعني هناك مثلا من يحب قراءة التاريخ ويتبحر في هذا النوع من القراءة يقرأ في التاريخ بشكل كتيف وهناك من يحب الجغرافية فيقرأ في الجغرافية ويطالع فيها بشكل كبير وهناك من يحب الأدب يعني مثلا والأدب أيضا فنون يعني هناك من يحب الرواية الطويلة يعني يحب أن يستمتع بقصة طويلة ويتابع تفاصيل تلك القصة ولكن من يحب القصة القصيرة التي يعني يرى مغزاها في تلك الجلسة لا يحتاج إلى أن يجلس لمطالعة رواية طويلة ولكن من يحب الشعر النص الشعري الجميل الرنان إلى آخره إذن عليك أن تمتلك هواية في التقافة العامة إما في العلوم الإنسانية تاريخ جغرافيا يعني علم اجتماع علم نفس إلى آخره أو الأدب يعني رواية شعر قصة إلى آخره اغتنم وقت الفراغ في التثقيف إذن ينبغي أن تغتنموا وقت فراغكم في التثقيف إذن روما هو التثقيف يعني المطالعة أن تطالع ما هو جديد ويعني ينبغي القول أن مقرر اللغة العربية الذي بين يديكم يعني صحيح أنه هو مقرر فيه برنامج للغة العربية طبعا لكن النصوص القرائية التي يحتويها هذا الكتاب يعني تشكل مادة تقافية بالنسبة لكم أن هناك تنوع كبير خاصة لديكم ست مجالات مجال القيم الإسلامية مجال الوطنية والإنسانية المجال الحضاري المجال الاجتماعي والاقتصادي المجال السكاني المجال الفني والثقافي إذن ولديكم أيضا تنوع في المقررات يعني كل سنة دراسية يعني فيها ثلاث مقررات هناك المقرر الذي اعتمدته مدريتكم الإقليمية لكن هناك مدريات إقليمية أخرى اعتمدت مقرر آخر يعني بإمكانكم أن تطلعوا على ذلك المقرر الآخر أيضا هذا فيه إغناء لثقافتكم العامة وكذلك طبعا يستحسن أيضا أن القراءة الحرة إما عن طريق المجلات أو عن طريق الكتب يعني أن تكون لكم مكتبة شخصية في بيتكم إذن هذا بالنسبة للوصايا إذن ينبغي على التلميذ أن تكون له مكتبة خاصة في بيته المكتبة فيها المقررات والدراسية وكذلك المجلات التي يمكن أن يكون قد يعني يهتم بهم مجلات أو كتب في يعني مجلات مختلفة من المجلات التقافية يعني في وقت الفراخ الإنسان يشغل نفسه بالقراءة بالقراءة وبتطقي في نفسه كذلك إذن هذه الوصايا الخصائص الفنية الأساليب لدينا أسلوب النداء يا بني إذن هذا أسلوب النداء ثم لدينا أسلوب الأمر تصور كن إلى آخره إذن أسلوب الأمر يعني استخدام أفعال الأمر أسلوب أنه لا تظن ما كمثال لا تظن أسلوب الاستفهام أليس عجيبا أن تسمع من زملائك أنهم يريدون قتل الوقت هذا أمر عجيب لماذا نقتل الوقت؟ وقت فراغ الذي لدينا إذن نبغي أن نستغله في القراءة يعني أنا مثلا في الواقع يعني لا أجد وقت فراغ يعني أحتاج إلى وقت فراغ لدي الكثير لدي برنامج قراءة كبير جدا والكتب مستفى علي أن أجد وقت فراغ لغي قراءتها إذن أين تجد وقت الفراغ يعني وقت فراغ غير موجود يعني للأسف إذن الخصائص الفنية كما قلنا الخصائص الفنية أسلوب الشرط أيضا أسلوب الشرط إذا صبرت قليلا قليلا وجدت أن لدتك تنمو شيئا فشيئا يعني إذن هذا أسلوب الشرط إذن يشترط عليك أن تصبر يعني هذا أسلوب الشرط عليك أن تصبر مقابل ذلك الصبر لدتك تنمو شيئا فشيئا هذا الصبر يعني لدت القراءة أو لدت الاستمتاع بالقراءة تنمو شيئا فشيئا إذا وصلت إلى هذه الدرجة استسخفت من يضيعون أوقاتهم إذن طبعا عندما تصل إلى ذات الدرجة الأشخاص الذين يضيعون أوقاتهم في لشيء يعني تجدهم مثل الحمقى استسخفت الذين يضيعون أوقات فراغهم في الحديث التافه إذن هذا أسلوب الشرط ثم لدينا ضرب الأمثلة إذن الكاتب أيضا استخدم أسلوب ضرب الأمثلة ضرب الكاتب أمثلة كثيرة في وصيته لابنه مستعملة حرفي العطف الواو وأو في تعدادها والغاية هي التوضيح أكثر وتقريب المراد من الموصى كذلك استخدمها الكاتب أسلوب السجع ما هو السجع؟ السجع ومثاله تقويم نفسك وثثقيف عقلك وتهذيب ضوقك إذن ما هو السجع هنا؟ يعني أن الكلمات متقاربة يعني هناك كا في الأخير كا 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 يعني هناك قافية قافية ومع الناد نثر وليس شعر إذن هذا هو السجع إذن مقصدية النص ما هي مقصدية النص إن الكاتب لا يوجه خطاب وصيته لابنه فحسب بل يوجه لكافة الأبناء ويحثهم على التوسع في الثقافة واغتنام ووقت الفراغ في التثقيف يعني هذه هي مقصدية النص يعني كذلك بالنسبة للذي يجد الصعوبات في القراءة بإمكاني أن يتابع يعني هذه العروض التي أقدمها العروض المرتبطة بمختلف النصوص القرائية المرتبطة بمجموعة من المقرارات إذن هذا سوف تستفيدون سوف تأخذون خلاصة يعني مختلف النصوص القرائية إذن تركيب النص تركيب النص إذن يقدم الكاتب أحمد أمين وصيته لابنه وموضوعها التثقيف والتوسع في اكتساب الثقافة واغتنام أوقات الفراغ في القراءة وممارسة هوايته في الثقافة العامة إذن موسوعية الفرد في التقافة يفتح أمامه أفقى التميز في مهنته شريطة الاجتهاد والصبر والمتابرة وتجنب هدري وقت الفراغ في ممارسة لا طائلة منها إذن كان هذا هو النص نصك متقفا وهذه نص يعني تحيط به مجموعة من النصائح الموجهة لكم أنتم أعزاء التلاميذ عزيزات التلميذات إذن كونوا متقفين وكنوا مثقفات إذن هذه هي النصيحة التي سوف تستخلصونها من هذا النص إذن أشكركم على حسن تتبعكم أتمنى أن يكون هذا العرض مفيدا لكم وإلى لقاء آخر